وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا للتخفيف على المواطنين وقال شعراوي أنه أصدر عدة توجيهات إلى المحافظات بضرورة التنصيق مع جميع الجهات المعنية التي تعمل على أرض المحافظة ومراجعة مدى توفر السلع التمونية والمواد الغدائية الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لكل الوزارات وكذا المعروض من القطاع الخاص